اشتركوا في القناة 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 بس دور الشباب عندنا في حي المرج مفاعل بس ينقصوا يعني حاجات كتير الشباب موجودة وبتحاول وبتسعى لكن عندنا مشكلة ان في يعني عندنا احزاب وكتلة موجودة وعندنا اذا ما قال اخويا محمود حزب مستقبل وطن وحزب الوفد وجميع الاحزاب دي نظام كتل فكل واحد له كتلة في الشباب بيحاول جهدا من خلال حزبه وغيره او اخر يكتهد لكن بس هي في بنواجه المشاكل في الحي اللي هو عندنا مثلا في حي المرج بنلاقي بعض الشباب ميسرين وليس يعني مش مقير ان هو ايه بصاحب قرار فبقى في منهم التابع وغير التابع فدي عملنا مشكلة لكن الشباب عندنا في حي المرج اكترته ممتاز جدا وبيسعى ويكتهد ويحاول يقدم دور وما يحبش حد يحجب رأيه ورأيه حر دايما طيب يعني انا حاب بردو ان انا اسألك النهاردة انت يعني مصحفي بتكتب المواقع جريدة النيل اليوم الاغباري انا حاب ان انا اسألك يعني احنا عارفين ان بيبقى فيه شائعات كثير جدا وعارفين ان للأسف الشديد انتشر مثلا مواقع الكترونية عزيدة جدا النهاردة انت ازاي بتأخذ المعلومة بحيث ان هي تكون مصدر ثقة وبعيدا عن الشائعات يعني مثلا بادخل على مواقع مجلس الوزراء ما باخدش هلا بالمواقع يعني فوتوشوب اللي هي المواقع اللي بتبقاش موثقة في لقابة الصحفين بدخل في المواقع الاسمية بكلم مسؤولين اسألهم على الاخبار مصادر خاصة بتبقى مصادر موثقة متأكد من الخبر ما بروحش المواقع فوتوشوب او لاسي بتطلع اشعاعات كل حاجة باخدها اما من مجلس الوزراء من صفحة مجلس الوزراء اما من المصادر خاصة بتبقى موثقة يعني ومؤكدة عارف ان الخبر هيطلع ميلها صحيح مش هيبقى خبر اشعة الغرض ميلو وغرض سياسي وإشعة وإسارة الجدل والبلبلة في الدولة واحنا يعني يعني احنا بنشكر الرئيسة عفتاح السيسي اللي هو بصراحة يعني تعب في الفترة اللي فاتت وفيه الجذات بتحصل على الارض الواقع وبالحييه من خلال برنامج حضرتك تمام طبعا طيب انا حب ان انا من الشائع ان انا اروح لحضرتك يا سيد حسنين النهاردة هل حضرتك بنتكلم بمنتهى الصراح حضرتك مثلا برضو بتتحدث في مجال الصحافة او كده هل مثلا النهاردة لما بنشوف شائعة هل بيتم مثلا التعامل معها ازاي بجانب سلبي ان احنا نفضل في مكاننا وخلاص مثلا ما نرواجهاش ولا مثلا ممكن ان احنا نبلغ بيها او كده لا بوسي في توضيح كل يعني مثلا لو في شائعة هتضر حاجة معينة او هتأثر على الناس فمثلا الشباب بعض الشباب بيطلعوا يوضحوها وبيحاولوا بقدر الامكان ما يقباش فيه صارب بلبلة او او اشاعة مغردة يعني حد ينال منها غرض معين فالشباب دايما بيوضح وبيوصل للناس ومتواصل مع الناس عندنا حي المرجح حي لعدات وتقاليد وليس لها احد سلطة عليه الشباب عندنا واعي ومثقف جدا ومحدش يقدر يعني يدله على حاجة معينة والشباب له فيك رغم ما حدث احنا قلنا مش هنتكلم في الجولة الاولى لكن احنا نتمنى ان لا يحدث ما تكرر في الجولة الاولى لان احنا كشباب بنتمنى ان الانتخابات تكون انتخابات يعني كويسة وزا ما يقولوا نزيها ونتمنى الناس تحظى بالنزول والمشاركة وده انا من خلال حضرتك بوجه رسالة للشباب والامهات والابهات ان انتوا تنزلوا الشارك وتقولوا وتدوا صوتك وتقولوا ان ده ينفعنا ده الاصلح ده المناسب ده المرشح اللي هيخدمنا ده ده صوتك في الصندوق وانا اتمنى ان شاء الله وانا متأكد وعنده سيكة تماما في الدولة ان الصوت هيكون في الصندوق وهيتخب بيه ان شاء الله وهو الصندوق الفاصل الاول والاخير في الشارع المرجع وبإذن الله طبعا طبعا اكيد يعني يا أستاذ حسنين انا هبقى ووصى رسالة للشباب رسالة اخيرة سريعة برضو للشباب احابب ان انت توصلهم يعني عاوز اوصلهم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات العادة في دائرة المرجع يوم 7 و 18 يعني هبتسلق الهالة حين المرج يعني صوتك حر اعطي لما ليستحقك مع حسن الاختيار وان شاء الله اتعد على خير وشكرا ان شاء الله ان شاء الله طبعا يعني احنا كنا نتمنى ان الوقت يضعنا بقى المشيلة جينام اخرين بس المواصلات وكده الحمد لله يعني طبعا موفقين دائما وابدا ان شاء الله وفي النهاية طبعا بنشكر ديوفنا الاستاذ محمود مصطفى صحفي بموقع جريدة النيل اليوم الاغباري والاستاذ حسنين فريد حميدة صاحب شركة الفريد جروب تحت التأسيس شكرا جزيلا لحظاتكم وفي النهاية مشاهدينا طبعا يعني الوقت فعلا بيمر معاكم بسرعة ان شاء الله انتظرونا كل خميس في العشرة صباحا وطبعا ارقام تليفوناتنا موجودة وكمان صفحتنا على الفيسبوك صفحة يوم في الخير بنتبنى من خلالها اي استغاسة او اي حالة انسانية وفي النهاية نحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير يوم في الخير بكرة احلى والدنيا لسه بخير يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير حفظ الله